بيقول لك يا مولانا أنا مسلم وعلماني في نفس الوكه دي ما بتجي مسلم وعلماني دي ما في يا مسلم يا علماني اختاروا واحدة منين ما بتلموا لأنه انت يومك القلت أنا مسلم معناها أنا بديم بالإسلام في التحكيم في الحدود الشرعية في الصلاة في الصيام في العلاقات الأسرية في الأحوال الاجتماعية في الطلاة في الزواج في الموارث نحن الإسلام خطلنا قواعد وقوانين لكل شيء عشان كده الزولة البنادي بيقول له هو علماني ومسلم في نفس الوقت نقول لا إنت ما بتعرف للإسلام ولا بتعرف العلمانية ذاته بعدين يا أخوانا العلمانية ليست حلا وسطا بين المسلمين وبين غيرهم هي ما حل وسط لأنه فينا يفهموا لك ببساطة يقول لك يا مولانا طبعا البلد دي فيها تعددية أها بعدين وبما إنه في تعددية نحن خلاص لا نشيل الإسلام حقكم ولا كمان نشيل الأديانة التانية حقة الجماعة التانين ديلك ونديكم العلمانية دي كحل وسط لا 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 العلمانية ما حل وسط العلمانية ما نادتهم هو أديتهم هم لأن الله يا أخوانا النصرانية أصلا لو سألت أي زل عن النصرانية والناس بيقول لا المسيحية يا ناس المسيحية دي فيها أحكام وتشريعات في دينهم ما عندهم لا أحكام ولا تشريعات ولا قوانين ربانية في دينهم ما عندهم كويس؟ عشان كده النصرانية لا بد جيب لا قوانين من برة أما نحن موضوعنا باختلف منها تماما نحن ما محتاجين قوانين من برة